الاهلي يظل دائما في القمة النهاردة الحقيقة الاهلي كالعادة بيعلن عن معلن جديد كراعي في الاربع سنوات القادمة الحقيقة وانا بتكلم مع حضراتكم انا بحب بكون متواجد في مثل هذه المؤتمرات ليه بحب بكون متواجد في مثل هذه المؤتمرات والحقيقة ما ببقاش يعني دخل في وسط الناس بسلم طبعا على كل الناس وبنقد مع كل الناس ولكن اقصد ان انا بحب بلاحظ اكتر ايه اللي بيحصل علشان اشوف عظمة الاهلي عشان اشوف تاريخ الاهلي عشان اشوف احنا ليه دايما بنبقى فخورين بالاهلي الحقيقة النهاردة انا كنت قاعد بلاحظ كل ما يحدث داخل المؤتمر الصحفي النهاردة كان فيه المؤتمر الصحفي للإعلان عن شراكة او عن ان البنك ابو ظبي الاول مصر هو الراعي الرسمي للنادي الاهلي او البنك الرسمي للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين واحنا بنتكلم كابتن محمود الخطيب الاستاذ محمد عباس رئيس التنفيذي للبنك الاستاذ محمد يحيى رئيس التنفيذي لشركة او رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للتسويق المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن ورئيس مجلس ادارة شركة استادات الوطنية هذا الرباعي كان متواجد على المصرح زي ما حضراتكم شايفين وكان الدكتور سعد شلبي وحد من طرف البنك أيضا متواجد لتوقيع على مذكرة أو على عقد الرعاية أو أن البنكة أبوظبي الأول مصر سيكون هو البنك الرسمي للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة وبالتالي أنا كنت من الناس اللي قاعدة بتتفرج على إيه اللي بيحصل كيف يدير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وكيف يدير أعضاء مجلس الإدارة ما يحدث اللي أمام حضراتكم ده شيء كبير جدا وشيء رائع جدا ليه لأنه أنت لما بتقعد مع أي أنا طبعا من أول كابتن محمود الخطيب لكل أصدقائي اللي موجودين في النادي الأهلي كلهم إخواتي وأصدقائي ولكن أنا ببقى حابب أسمع وجهات النظر الأخرى ببقى حابب أسمع هي بنك أبو ظبي الأول مصر ليه إختار النادي الأهلي فبلف على كل الناس من أول رئيس التنفيذي للبنك لغاية أصغر واحد أنا ممكن أشوفه وبسأل هو حضرتك بتشجع الأهلي بالمناسبة بالمناسبة إحنا تقريبا أنا سألت حوالي 14 أو 15 فرد من الأفراد اللي بيشتغلوا في بنك أبو ظبي الأول سألتهم كلهم أنتوا بتشجعوا النادي الأهلي ولا لا؟ ما سألتش بيشجعوا النادي إيه؟ تقريبا تقريبا 11 من الـ 14 قالوا لي إحنا بنشجع النادي الأهلي 11 من الـ 14 قالوا لي إحنا بنشجع النادي الأهلي والثلاثة التانين قالوا لي إحنا ما بنشجعش النادي الأهلي وكانوا عايزين تصوروا يعني بيقولوا لي إحنا نتصوروا معك بس ما بنشجعش النادي الأهلي قالوا لي طبعا بيشجعوا النادي إيه؟ لكن في النهاية الـ 14-15 اللي سألتهم في مختلف الإدارات وفي مختلف الإدارات التسويقية وإدارة الاشتراكات وإدارة التسويق وإدارة كذا وإدارة كذا كل الإدارات الكل أجمع على شيء واحد فقط أن شرف وفخر لهذا البنك لأن يكون متواجد كراعي أو البنك الرسمي للنادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة الكلام ده كان طالع من قلب كل الناس من أول الأستاذ محمد رئيس مجلس إدارة شركة أو أستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي لبنكة موظوبي الأول مصر لغاية أصغر واحد بوجود فيهم كلهم الحقيقة كانوا بيكلموا أنا بقيت سعيد كده ومتقفل البنك بصراحة يعني كنت لابس جاكت ومتقفل الجاكت كده وقاعد بسمع بمنتهى الفخر وبمنتهى الاعتزاز باسم النادي الأهلي لأن كل حضراتكم شايفينهم أمامكم كلهم ناس كبار وعظام ولهم مناصب كبيرة جدا سواء في البنك أو في النادي الأهلي لكن كلهم بيكلموا في شيء واحد أن وجودنا مع مؤسسة النادي الأهلي حاجة تكبر مننا خدوا بالحضراتكم من الكلام وجودنا مع مؤسسة النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا اللي ما بيشجعوش الاهلي اكتر من اللي بيشجعوه الاهلي في الكلام مش في العدد العدد كان 11 ل3 ومنهم حد ما كانش بيشجع الاهلي من ال3 يعني كان بيشجع ناديين مهم يعني فاللي بقوله ان هم كانوا التلاتة دول والله اقسم بالله كانوا مبسوطين اكتر من ال11 اللي بيكلموني بمنتهى الاحترام وبمنتهى الفخر وبمنتهى الاعتزاز عن هذه الشراكة مع النادي الاهلي فانا بقيت بصراحة واقف مبسوط واقف مستمتع واقف سعيد ان انا بسمع هذا الكلام النهاردة وفي يوم برضو الاعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اتصالات مصر كنت بسمع اكتر ما بتكلم كنت بسمع عشان اجي اقول لحضراتكم لماذا دائما النادي الاهلي الاهلي هو الاكثر شعبي وجماهيري الاهلي هو الاكثر بطولات 144 بطولة الاهلي الاكثر مشاركة في كأس العالم للاندية من حيث عدد المباريات لانه النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي الاهلي الاكثر امتلاكا للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الاهلي الاكثر احترافا في الادارة الاهلي الاكثر استقرارا ونجاح اداري الاهلي الاكثر اكثر نادي عنده رعاة بيطلبوه بالاسم لانه كل اللي انا قلته او كل اللي فات انه بيؤدي الى شيء ان كل الشركات الكبرى والمؤسسات الكبيرة في مصر تسعى لشيء واحد فقط هو عمل شراكة استراتيجية او شراكة مع النادي الاهلي كل واحد كل شراكة على حسب مسماها هنا قد تكون شراكة عشان الرعاية هنا قد تكون شراكة استراتيجية زي التصالات مصر امور كثيرة جدا لانه بيلاقوا شغل احترافي حضرتك مش هتلاقيه غير في النادي الاهلي حضرتك مش هتلاقيه غير في النادي الاهلي فخامت وعظمة اسم الاهلي تشوفها في هذا المؤتمر الصحفي ابقوا شوفوا المؤتمرات التانية بتعمل ازاي عشان تعرفوا وتبقوا فخورين باسم النادي الاهلي خليك دايما تبقى فخور وسعيد ومبسوط وفرحان بان انت بتنتمي ولو اعمل زي جو زي كده لما كان بيعمل لنا كده زمان بيعمل لنا حتى لو انت لو انا انا بتكلم عن نفسي لو انا صفر جزء بسيط صفر قد كده على الشمال بس بتمسح في اسم النادي الاهلي فالاهلي هو فخر الرياضة المصرية في المنافسات والبطولات والتنظيم والامور الادارية عندنا اخطاء طبعا مفيش نادي في الدنيا ما عندوش اخطاء لكن في النهاية في مؤتمر كان متواجد فيه مجلس ادارة الاهلي مفيش حد يقولك انا عملت ترجمة نانسي قنقر